وصلت وزارة الداخلية حمالاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة من ضبط 767 قضية تموينية ومستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 217 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 84 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط قرابة 104 أطنان وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 479 قضية من بينها 193 قضية خبز نقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الإعلاف تم ضبط خمسة قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 14 أمان